نروح للسوشيال ميديا والنهاردة سألت حضراتكم والتركو ازاي قدر يحافظ الزمالك على مسيرة الانتصارات في الدوري بعد تخطي بيرامدز نشوف اول اجابة بي معانا محمد ديور مساء الخيري قدر الاستمرار في الانتصارات المحافظة على اللقب للعام الثالث على التوالي لابد من التركيز في كل مباراة على حدة واعتقد دي عقلية العبقرة فريرة وده سر النجاح وانا متفائل بوجود الترجي معانا في مجموعة باذن الله اللقسات ستكون في ميطة عقبة وفاق مساء الخيري محمد اهم حاجة علشان نحافظ على مكسبنا نواصل نلعب بروح الفوز والبطولة هتفرق معانا نلعب كل مباراة بانها مباراة كأس ونفكر ان ونفكر ان امتاع الجمهور اللي معانا ويدعموهم على طول احنا بنعشق نادي الزمالك وزمالك تستاهل تموته نفسكو علشان وبالتوفيق يا ابطال الدوري مش هيخرج ميطة عقبة بإذن الله فرح مساء الخير عليك يا محمد يعني يحافظ زمالك على مسارة انتصارات بروح العزيمة والإصرار والتركيز عدم الاستهتار بأي قسم ونضغط من البداية واستغلال الفرص السبات التشكيل والخطة ان شاء الله الدوري في ميطة عقبة وهذا دوري ابطال أفريقيا يشدوا حيلكم اللي الجالة واصخين فيكم ان شاء الله وليد مساء الخير عليك يا قضاء بالتركيز والروح والعزيمة نلعب كل مباراة كبطولة من أجل الفوز وحصد ثلاث نقاط عدم الاستخدار بأي قسم وتسجيل أكتر من هدف لحسم نقاط المباراة احنا نسقين فيهم ان شاء الله يفرحونا بأفريقيا ودوري تحياتي لكم لكل فرير عمل أشكرك يا وليد آخر حد معنا جمال مساء الخير عليك يا أستاذ محمد نهارك قبل بخلطين حمراء اشكلك ان شاء الله يكونوا لعيبة رجالة على عد المسؤولية ويقدروا يحافظوا على مسيرة انسارات وخصوصا بعد تعصر بأربع نقاط كل الدعم ليهم والجهاز الفني كونوا على العهد الدوري التالت على التوالي مع أفريقيا الدفالة للهاشتاج دي